أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم أمرا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي بـ 72 مليار ريال سعودي لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية